يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة وأصدقها إلى سيادتكم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وإلى الشعب المصري كافة وحسبنا في هذا التنظير بين علم وعلم وعبادة وعبادة قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره ذشاوه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون